بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد الرسول رب العالمين خير مبعوث إلى خير أمة بخير دين وبعد أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بقسميه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الفقه الشافعي نكمل فيه إن شاء الله تعالى بقية أحكام الأيمان فنبدأ بهذا الحكم عن حروف القسم المشهورة فهي الباء والواو والتاء ويختص لفظ الجلالة بالتاء الفوقية مثل طبعا إيه مثال للثلاثة اللي هي الباء والواو والتاء الباء كبالله والواو وهو الله والتاء مثل طالله وقوله أقسمت أو أقسم يمين وإن نوى به خبرا ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا في المضارع فلا يكون يمينا لاحتمال ما نواه يعني لو قال أقسمت أو أقسم هذا يمين إلا إذا نوى به خبرا ماضيا في الماضي أو مستقبلا في المضارع إزاي يعني لو قال أقسمت يحتمل أنه يخبر أنه أقسم في الماضي على كذا إبه هذا ليس بيمين أو أقسم يحتمل أنه يخبر أنه سيقسم في المستقبل على كذا فيكون هذا ليس إيه بيمين لكن إذا لم يكن على سبيل الخبر فهو يمين حكم الحلف بغير الله ولا ينعقد اليمين بمخلوق كالنبي وجبريل والكعبة ولو مع قصده بل يكره الحلف به إلا أن يسبق إليه لسانه ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام أو رسوله أو من الله فليس بيمين ولا يكفر به إن أراد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق وليقل لا إله إلا الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى وإن قصد الرضا بذلك فهو كافر في الحال إذن حكم الحلف بالمخلوق لو قال مثلا والنبي أو حلف بأبيه وأمه مثل وحيات أبي وهكذا فهذا طبعا ليس بيمين وهذا مكروه ولا يجوز الحلف به هكذا طيب ده بالنسبة للحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا يكره ولا يجوز طيب هو بعد ذلك مثلا قال عن نفسه يعني إن فعلت كذا فأنا يهودي أو كافر أو على غير الإسلام إذا كان يقصد بذلك تبعيد نفسه عن الفعل فطبعا لا يخرج من الإسلام بذلك أما إذا كان يقصد ذلك بالفعل يعني بالقول والفعل بنيته فطبعا يكون بذلك قد خرج من الإسلام إذا كان يقصد تبعيد نفسه عن الفعل فطبعا لا يخرج بذلك عن الإسلام أما إذا كان يقصده حقيقة فيكون قد خرج بذلك عن الإيه عن الإسلام والعياذ بالله ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا فهو مخير بين فعل الصدقة التي التزمها وبين كفارة اليمين لخبر مسلم كفارة النذر كفارة إيه يمين ولو قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لازمته الكفارة عند وجود الصفة ولو قال فعلي يمين فلغوة أو فعلي نذر صح ويتخير بين بين قربة بين قربة وكفارة إيه يمين حكم لغو اليمين ودليله ولا شيء في لغو اليمين لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي قصدتم وطبعا لغو اليمين لا قصد فيه أما مثاله مثل أن يقول لا والله وبلا والله كما قالت عائشة رضي الله عنها كأن يقول الرجل ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله وبلا والله على البدل لا على الجمع كما لو قال لا والله وبلا والله في وقت واحد كانت الأولى لغوا والثانية منعاقدة لأنها استدرات فصارت مقصودة معنى هذا الكلام لغو اليمين لا شيء فيه لقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولغو اليمين مثل أن يقول لا والله وبلا والله في حال الغضب أو اللجاج أو صلة كلام يعني كان بيصل الكلام بإيه ببعضه طيب وطبعا بلا والله يعني لا والله وبلا والله هذه على سبيل البدل على سبيل البدل لكن إذا لم تكن على سبيل البدل فالأولى تكون نفيا والثانية تكون إثباتا معنى أنه يكون قاصدا لليمين بالإثبات إذن لا والله وبلا والله على سبيل البدل أما إذا لم يكن على سبيل البدل فإن الثانية تكون يمين مقصودة وعليه فإنه في هذا يحسب أو يعد عليه يمين إن كان صادقا فصادق وإن كان كاذبا يعني حانيثا فعليه كفارة إيه يمين ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين ومن لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال لا تقم لي وهو مما تعم به البلوى إذن أحنا عندنا يعني إيه أحنا شيء انتشر بيننا حينما يدخل الإنسان على غيره فيقول له والله يعني لا تقم لي فيقوم له فهذا أصلا من باب لغو اليمين ومما تعوم به لإيه البلوى ومثل أن تقول لغيفك والله لتأكلن فهذا أيضا من لغو اليمين ومما تعوم به لإيه البلوى وينبغي الإنسان أن ينزه لسانه عنه إن شاء الله سادسا أحكام مختلفة في الأيمان من حلف ألا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث لأنه لم يفعل المحلوف عليه فإن فعل المحلوف عليه بأنباع أو اشترى بنفسه أو ولاية أو وكالة فإن كان علما مختارا حنثا كيف إنسان حلف أن لا يفعل شيئا يعني أن لا يبيع مثلا هذا الكتاب فطبعا لم يفعله فعله غيره في هذه الحالة لم يحنث طيب إن فعله بنفسه أو بوكيله أو بيه بوكيله وكان علما مختارا فإنه في هذه الحالة يحنث وإن كان جاهلا أو مكرها لم يحنث كان دخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليه أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله وكيله لم يحنث لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو أن لا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله يعني من حلف على شيء على فعل شيء ففعله طبعا يحنث طيب لو فعله وكيله لا يحنث إلا إذا كان يقصد أنه لا يفعله هو ولا وكيله فإن فعله وكيله فإنه يحنث لماذا لأنه يقصد أن لا يفعله هو ولا وكيله ووكيله فعله وبالتالي فيحنث إن فعله وكيله ولو حلف أن لا يبيع ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة فإنه فإنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل إبا إنسان كان قد وكل قبل أن قبل أن يحلف أن لا يبيع ولا يشتري كان قد وكل شخصا آخر يبيع ويشتري ثم حلف أن لا يبيع هو ولا وكيله فقام هذا الوكيل الذي وكله قبل اليمين بالبيع والشراء فإنه حينئذ لا يحنث أما إذا كان وكله بعد اليمين فإنه يحنث وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان قد أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث يعني إنسان حلف على زوجته ألا تذهب إلى بيت أبيها وكان قد آذن لها قبل ذلك أن تذهب إلى بيت أبيها إلى هذا المكان المعين فذهبت إلى بيت أبيها بناء على الإذن السابق قبل اليمين فإنه في هذه الحال لا يحنث لكن إذا لم يكن قد أذن لها إلى المكان إلى الذهاب إلى المكان المعين قبل يمينه ثم ذهبت إليه بعد اليمين فإنه في هذه الحال يحنث ولو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء وأعظمه فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد فليقل لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كيفية كفارة اليمين كفارة اليمين مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء والصحيح في سبب وجوبها الحنث واليمين معا فالمكفر مخير فيها ابتداء بين واحد من ثلاثة أولا عطق رقبه وهي غير موجودة الآن ثانيا إطعام أي تمليك عشرة مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم بما يسمى كسوة ولو ثوبا أو عمامة أو إزارا أو طيلسانا أو منديلا ويندب أن يكون الثوب جديدا خاما خاما كان أو مقصورا لقوله تعالى لن تنال البرة حتى تنفق مما تحبون ولو أعطى عشرة ثوبا طويلا لم يجزئه بخلاف ما إذا قطعه قطعا بحيث تسمى كل قطعة كسوة ولا يجزئ ما لو أطعم خمسة وكسى خمسة لأن الله يقول إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد لعجزه فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أما العاجز بغيبة ماله فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء بغيبة فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة إذن الكفارة كفارة اليمين هي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء وكفارة اليمين أولا عدق رقبة فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد في إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم طبعا هذا بالنسبة أو كسوتهم والمراض بالكسوة هنا ما يسمى كسوة يعني ما يطلق عليه اسم الكسوة من الثوب مثلا أو القميص أو الطيلصان أو ما ضرع ذلك طيلصان نحن نسميه الشال نسميه الشال الذي يوضع على الرأس أو على الأكتاف هكذا لو أنه أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا يعني الثوب ليس المراد به الثوب الذي قام بخياطته لا الثوب الذي يعني لم يقم بخياطته بعد ثوب طويل لعشرة مساكين لم يجزئه فإن قطعه عشر يعني قطع فإن كانت القطعة يمكن أن يطلق عليها كسوة فيجوز له ذلك ولا يجوز أن يطعم خمسا ويكسو خمسا لا يجوز بل لابد أن يقوم إما بإطعام عشرة مساكين أو بكسوتهم يعني بكسوة عشرة مساكين لا يجوز إطعام خمسة وكسوة خمسة فإن هذا إيه لا يجوز أبدا بعد ذلك حكم التتابع في الصيام ولا يجب التتابع في صيام الكفارة لإطلاق الآية يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لم يقل متتابعات فإن قيل قرأ ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل كما أوجبنا قطع يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما أجيب بأن آية اليمين نسخت فيها متتابعات تلاوة وحكما فلا يستدل بها بخلاف آية السارقة فإنها نسخت تلاوة لا حكما إذن حكم التتابع في الصيام لا يجب التتابع في الصيام لأن الآية جاءت مطلقة ولم يقل الله فيها فصيام ثلاثة أيام متتابعات فإن قيل جاء في القراءة الشاذة لابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الواحد أجيب بأن هذه القراءة إنما هي نسخت تلاوة وحكما نسخت تلاوة وحكما بخلاف القراءة التي جاءت في آية السرقة فقطعوا أيمانهما فإنها نسخت تلاوة لا حكما وعليه فإن التتابع في صيام كفارة النذر غير واجب غير إيه واجب فيجوز ثلاثة أيام متفرقات بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الأيمان وناتي أبنائي وبناتي إلى أحكام النذر أولا عناصر هذا الدرس كالتالي تعريف النذر ودليله وأركانه ثانيا شروط الناذر والصيغة ثالثا النذر على فعل مباح أو طاعة رابعة النذر على واجب عيني أو مخير يعني واجب مخير أو على مكروه خامسا نذر التبرر المعلق على شيء أو غير المعلق نأتي إلى العنصر الأول وهو تعريف النذر ودليله وأركانه النذر لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير خاصة وقيل التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع زي النذر لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير خاصة وقيل التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع زي يعني أنت لو نظرت مثلا قربة متعينة في أصل الشرع مثل صوم شهر رمضان فهذا لا يصح نذرا ليه أصل صوم شهر رمضان هذا تعين في أصل الشرع متعين أصلا أنت ستصومه سواء كان بالنذر أو بغير النذر إذن لا يقع نذرا المهم القربة ألا تكون متعينة في أصل الشرع لو نظرت مثلا أن تصلي الظهر فلا يقع نذرا ليه لأن أصلا هذا تعين في أصل الشرع أو بأصل الشرع وعليه لا يقع نذرا الأصل فيه آيات كقوله تعالى وليوفوا نذرهم وخبر البخاري من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي أما عن حكمه قيل إنه قربة وقيل إنه مكروه والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وهذا أولى ما قيل فيه يبا إذا أن عندي حكم النذر قيل إن النذر قربة إلى الله سبحانه وتعالى وقال آخرون إن النذر مكروه لأنه لا يغير من القدر شيئا فجاء ابن الرفعة وهذا من فقهاء الشفعية ورجح أن النذر إذا كان من نذر إذا كان من نذر التبرر فهذا قربة أما إذا كان من غيره فهذا مكروه وطبعا نعرى بعد ذلك إيه هو نذر التبرر ونذر اللجاج فيما سيأتي من شرح إن شاء الله تعالى أما عن أركان النذر فهي ثلاثة صيغة ومنذور وناذر ثانيا شروط الناذر والصيغة شروط الناذر الإسلام الإختيار نفوذ التصرف فيما ينظره فلا يصح للكافر لعدم أهلياته للقربة ولا من مكره لخبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينظره كمحجور سفة أو فلس في القرب المالية المعينة وصبي ومجنون إيه معنى الكلام ده شروط الناذر أولا الإسلام فلا يجوز النذر من الكافر لأن النذر قرب إلى الله سبحانه وتعالى والقرب لا تقع من الكافر الإسلام الإسلام طبعا بعد ذلك الإيه الإختيار إيه يعني الإختيار يعني عدم الإكراه فلا يجوز النذر من المكره لأن الإكراه سلب للإرادة وعليه فلا يقع منه النذر ثالثا نفوذ التصرف فيما ينظره أو في المنذور به فإذا كان لا ينفذ تصرفه فيه وذلك كالمحجور عليه بسفه أو فلس يعني إنسان مفلس وحجرنا عليه بفلسه أو إنسان سفيه يعني مبذر لماله وتم الحجر عليه بسبب يعني سفه مثلا يعني فهذا لا يملك تصرف في المنذور به إزاي لو واحد محجور عليه بسفه أو فلس قال لله علي أن أتصدق بعشرة آلاف جنيه إن نجح ابني طبعا نذره لا يقع عليه أصل هو لا يملك التصرف في المنذور به أصل محجور عليه محجور عليه بسفه أو فلس وبالتالي لا يقع أو لا يصح نذره لأنه لا يملك التصرف في المنذور به كذا أيضا لا يصح النذر من الصبي والمجنون لأن الصبي لا يملك التصرف في المنذور به كذا أيضا المجنون مثله تماما بتمام وشرط الصيغة لفظ يشعر بالالتزام وفي معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا ثالثا النذر على فعل مباح أو طاعة ويلزم النذر في المجازات على نذر فعل مباح وهذا سبق قلم من المصنف يعني يعني المصنف أخطأ في هذا والصواب النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد ولا يلزم يعني الشارح بيّن لنا أن المصنف أخطأ في هذا لأن النذر على فعل مباح أو ترك مباح لا ينعقد ولا يلزم ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا وجهان قيل اللزوم لأنه نذر في غير معصية الله تعالى وقيل لا كفارة فيه وهو المعتمد لعدم عقاده والدليل على أن النذر على ترك مباح أو فعله لا ينعقد خبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه والمباح هو ما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب واستوى فعله وتركه شرعا كلله علي ألا آكل لحما أو آكل لحما وسواء أقصد به التقوي على العبادة أم لا لأن فعله غير مقصود فالثواب على القصد لا على الفعل النذر على طاعة ويلزم النذر على فعل طاعة مقصودة لم تتعين كعيادة مريض وقراءة سورة معينة وصلاة جماعة معنى هذا أن النذر على فعل مباح لا يلزم على فعل مباح إيه لا يلزم لحديث أبو إسرائيل الذي سقناه المباح هو الذي يستوى فيه الفعل والطرق كان يحلف أن لا يأكل شيئا أو يحلف أن يأكل شيئا معينا كأكل اللحمة أو الخبز أو هكذا ده من نسبة المباح اختصارا طيب الحلف على فعل طاعة لم تتعين بأصل الشرح وذلك كعيادة المريض مثلا أو صلاة جماعة أو صلاة نافلة فهذا النذر يلزم مثل لله علي أن أزور هذا المريض أو أن أصلي أربع ركعات نافلة أو أن أصوم يوما نافلة لوجه الله وهكذا فهذه تتعين ويلزم الوفاء بها وهكذا بهذا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نشكركم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته